نفسي النهاردة الرب يدينا مش وقت نسمع فيه وعظة لكن محتاجين نتغسل محتاجين نتشجع محتاجين نتجدد محتاجين كده زي أعدة العلية لما السيد نفسه قام عن العشاء خلع ثيابه أخذ من شفا صب ماء في مغسل وابتدأ يغسل أرجل التلاميذ ينعش ويعالج ويشفي ويجدد نفسي إذا كنتوا قومتوا البرد وجيتوا ما يكونش مجئنا مجرد أن نسمع وعظة لكن أننا في محضر الرب نتغسل أسمع أمين أمين رائع رائع هقرأ مع حضراتكم في البداية مزمور يغسلنا أعتقد محتاجين نقرأ بس نقرأ بروح التوبة وبينكسار قلب حقيقي قبل ما أرأ الجزء اللي ربنا حطه على قلبي كرسالة حابب أشارك ببعض الأفكار فيها مزمور أعتقد كلنا أرناه في أوقات مختلفة ربما أرناه بألم مرة تانية أرناه بأمل لكن سواء بالألم أو بالأمل كان دايماً بيكون سبب بركة وشفاء مزمور واحد وخمسين خلونا نقف مع بعض ونقرأ مع بعض وأتمنى أن يكون دا بداية الشفاء بداية العلاج لنا التقي بالله ووجه قلبك نحو وانسى نفسك انسى ظروفك انسى كل شيء هي لحظات مقدسة فكر فيها في شيء واحد أن يكون هناك اعتراف بالخطية ورغبة في غفران الرب ورحمته هيئ قلبك للالتقاء بالله هيئ قلبك قبل ما ننطأ ويسرع فمنا بنطق أقوال أمام الله دون حساب الحكيم حذر من أن يسرع الفم بنطق أقوال قدام الله هذه الكلمات لا يصلح معها التسرع إذا كانت فيه خطيئة إذا كان فيه شيء لا يرضي الرب في الحياة الليلة ليلة غفران ليلة فرح ليلة اغتسال وتنقية دعونا نقرأ مع بعض بإيمان برجاء بألم وبأمل لكي نحصل على الشفاء أنا أقرأ في الأول عنوان المزمور وبعدين هنقول مع بعض كلماته العظيمة المزمور الحادي والخمسون لإمام المغنيين مزمور لداود عندما جاء إليه نثان النبي جاء إليه بكلمة الله بعدما دخل إلى بث شبع بعدما ارتكب الخطية انكسر قلب داود وصل هذه الصلاة خلونا نقول مع بعض ارحمني يا الله حسب رحمتك حسب كثرة رأفتك أمحو معاصيا اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيتي طهرني لأني عارف بمعاصيا وخطيتي أمامي دائما إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صمع لكي تتبرر في أقوالك وتسكو في قضائك ها أنا ذا بالإثم صورت وبالخطية حبلت بأمي ها قد سررت بالحق في الباطن ففي السريرة تعرفني حكمة طهرني بالزوفة فأطهر اغسلني فأبيض أكثر من الثلج أسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام سحقتها أسطر وجهك عن خطيايا وامحو كل أثامي قلبا نقيا أخلق فيا يا الله وروحا مستقيما جدد في داخلي لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني رد لي بهجة خلاصك وبروح منتدبة أعضدني فأعلم الأثم طرقك والخطاط إليك يرجعون نجني من الدماء يا الله إله خلاصي فيسبح لساني بالركة يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحك لأنك لا تصر بذبيحة وإلا فكنت أقدمها بمحرقة لا ترضى ذبائح الله هي روح منكسرة القلب المنكسر والمنصحق يا الله لا تحتقره أحسن برضاك إلى صهيو ابني أصوار أرشليم حينئذ تصروا بذبائح البر محرقة وتقدمة تامة حينئذ يصعدون على مذبحك عقولا ربنا الحبيب يسوع نحن نثق في حضنك المفتوح دائما ونثق في طيارات محبتك المتدفقة دائما ونثق في اتضاع قلبك الذي يرحب بنا دائما كما كنت في العلية أيها السيد تغسل أقدام تلاميذك المساكين وكما كنت على بحير الطبرية ترد بكل الحب والحنان نفس تلميذ قد أنكر ترده إلى مقامه وترجع إليه ثقة ربنا الغالي والمحبوب يا من أحببت خصتك الذين في العالم أحببتهم إلى المنتهى كثيرون يحتجون للشفاء كثيرون يحتجون لرد النفس لذا نحن نأتي إليك بكل الثقة واليقين واثقين أن شفاءنا فيك علاجنا في حضنك ضمتك لنا التي ضممتنا بها في القديم لم تفقد قوتها وتأثيرها علينا نأتي إليك جميعا ككنيستك كعروسك كمحبوبة قلبك فينا العاثر فينا الضعيف فينا المتألم فينا المخطئ وليس لنا ملجأ سواك وليس لنا شخص نهرب إليه إلاك نأتي إليك عيوننا نحوك نلقي بأنفسنا في حضنك ننتظر أن تغسلنا وتشفينا وتغفر لنا وتحيينا وترجعنا فنقوم من سقطتنا ولا نكون فيما بعد عارا اقبل يا رب اقبل وشمر عن ذراعيك وصب ماءك ماء الكلمة واغسلنا ونحن في محضرك الآن في اسم المسيح يا أبانا بعمل الروح القدس وبشفاعة الإبن المحبوب نرجو أن تستجيب آمين أنا على قلبي رسالة أحط لها عنوان مختصر قوي عنوان من كلمة واحدة والكلمة من حرفين قم ونفسي أقول لكل واحد متشنكل متكعبل واقع وعندي إحساس بعمل الروح القدس إن فيه أشخاص كتير بيحبوا الرب لكن متشنكلين وأعين والرسالة اللي على قلبي وأثق أنها من الرب لكل شخص موجود في هذا المكان أو بيسمعنا عبر الشاشات الرب ما عندوش غير كلمة واحدة ليك بيقولك اوم 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 تعالى اوم اخرج من اللي انت فيه فليست مشيئة الله قط أبدا أن تستمر في السقوط لحظة واحد ليست مشيئة الرب أن تتأخر في رجوعك للرب لحظة واحد ولا حتى مشيئته أن تنتظر حتى نهاية هذا الاجتماع لكن الرب يريد وأنت تسمع الكلمة الآن أن تصدق كهذا الرجل الذي ببساطة شديدة انتصر على فكر وتوجه المتقدمين الذين انتهروه ليسكت بارتيماوس لكنهم أمام فيضان نعمة المخلص ومحبته لهذا الشخص هم أنفسهم اللي منعوه رحوله وقلوله ثق قم هو ذا يوندي قوم احنا شفنا نعمة في قلبه وفي عناه من ناحيتك وهو مشغول بيك انت شخصيا وبعط لك رسالة خاصة بيك انت وبيقول لك ثق قم ومش فرحان بوقعتك ولا عايز يخلص حقه منك اه انت غلطت في حقه اه انت اهنت بس قعدتك بعيد عنه مش هي العلاج هو مش بتاع تخليص حقوق لكن هو عايزك ترجع له بسرعة ده محتوى الرسالة واعتقد ان الرسالة دي وصلتك قبل كده واعتقد انك تجاوبت معها وتجاوبتي معها قبل كده واختبرت الغفران والشفاء وعشت ايام حلوة وكانت طلبتك هي رد لي بهجت خلاصة اسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام قد سحقتها خلصني اغسلني اكيد صليت الصلوة دي والرب استجاب واختبرت الفرح لكن بكل اسف رجعت تاني ووقعت وليت روحك متكعبل تاني ومتشنكل تاني والغريب انك سمعت نفس الرسالة ثق قوم مش هبقى فرحان ابدا ولا رغبتي انك تفضل حزين تعبان بعيد قوم تعالى وقلت المرة دي هرجع وهغير الوضع وبعد المرار اللي شفته مش هرجع تاني اعيش اللي عشته فالمرة دي هكون مختلف ورجعت وفرحت وانتصرت كل الاسف رجعت تاني ووقعت ويمكن تكون النهاردة جواك حالة من الفشل المخفي الفشل اللي بيتغطى عليه الفشل اللي صوته عالي وبيقول لك ما فيش امل ويمكن تكون وقعت في خطأ اكبر انك هبطت بمستوى القداسة وحاولت انك تتأقلم مع وضع السقوط وتوهم نفسك ان كثيرين من حولك يعيشون هكذا لماذا لا يكون هذا هو الوضع العادي ونسقط في اعتياد الشر واعتياد الخطيئة وربما وهي حالة اخطر كلما على صوت الشعور بالذنب من الداخل رفعنا صوت الترنيم ليكون ضقيق ترنيمنا اعلى من ضقيق ضمائرنا وهذا امر في منتهى الخطورة ان نحاول اسكات الضمير الهائج بترنيمة مرتفعة نغمة هذا خطر كبير للغاية الليلة يا اخوتي لا اتي من فوق وألقي محاضرة لكن اتي معكم كشخص يعبر نفس الطريق ويعاني نفس المعنى واذا قلت اني لا اسقط او لا اجرب اكون اكبر مرائي ففي اشياء كثيرة نعثر جميعنا كلنا حتى من هو قائم يقول عنه الكتاب من هو قائم فلينظر لألا يسقط اتي معكم يا اخوتي محاولا ان نتعلم معا هذا الدرس ماذا نفعل اذا ارتبكنا واخذنا في تجربة ما سأحاول ان اطيع قول الرسول على قدر ما استطيع وباختصار انظروا اذا ان سبق انسان واخذ في زلة فاصلحوا انتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداع ناظرا الى نفسك لألا تجرب انت ايضا هي دي الفكرة اللي مشغول بيها كيف نصلح الوضع اذا اخذنا في زلة اقرأ من كلام الرب يسوع في الليلة الاخيرة التي اسلم فيها لاغلى الناس وهم انتم احباؤه تلميزه كنيسته في الليلة الاخيرة التي اسلم فيها وهو في وضع مؤلم لكنه كان مجغول بهم اكثر من مشغوليته بكأسه المرة في لؤ اثنين وعشرين عدد ستة واربعين اقرأ عدد خمسة واربعين ثم قام من الصلاة وجاء الى تلاميذه فوجدهم نياما من الحزن فقال لهم لماذا انتم نيام قوموا وصلوا من هنا اخست عنوان رسالتي اوم 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 مش رغبته ابدا انك تفضل نهاية قوم قوم من الوقعة قوم من النومة قوم من التجربة قوم من الخندق اللي دخلت روحك فيه قوم قوم فديك ومخلصك بيقول قوموا قوموا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة ممكن نحفظ العدد ده مع بعض لوقة اثنين وعشرين ستة واربعين لماذا انتم نيام قوموا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة ممكن نقوله مرة تاني لماذا انتم نيام قوموا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة الجزء التاني اللي احب اقرأ من رسالة افسوس اصحاح خمسة وابدأ من عدد ثمانية لأنكم كنتم قبلا ظلمة واما الان فنور في الرب اسلكوا كأولاد نور لأن ثمر الروح او في مخطوطات اخرى اكثر دقة ثمر النور هو في كل صلاح وبر وحق مختبرين ما هو مرضي عند الرب ولا تشترك في اعمال الظلم غير المثمرة اللي لا تثمر صلاح وبر وحق لا تشترك فيها بل بالحري وبخوها لأن الامور الحادثة منهم سرا ذكروها ايضا قبيح ولكن الكل اذا توبخ يظهر بالنور وبخ اعمال الظلمة في حياتك هنفهم مع بعض معنى العبارة الجميلة دي الكل اذا توبخ يظهر بالنور النور يكشف حقيقة الاشياء يعريها فلنخضع فيها ولننجذب الى ما لا ينبغي ان ننجذب اليه ولا نحب ما لا ينبغي ان نحبه الكل اذا توبخ وكشفت حقيقته سواء افكار او رغبات او افعال تحتاج ان يصلط عليها النور لكي تفضح تكشف الكل اذا توبخ يظهر بالنور او عيكون في حاجات بتبعدها بتخبيها بتركنها زمان وانا صغير كنت بعمل غلطة كان كل ما والدي يجب لي لعبة وده ما كانش بيحصل كتير يعني بس يعني لما كان بيحصل كان عندي غواية رديئة ان انا افك اللعبة وحاول اتعرف على مكوناتها وطبعا مبجرد ما فكها بازد احاول اجمعها تاني معرفش فالحل الوحيد قدامي كنت اجيب منديل واربطها فيه وارميها فوق الدولاب علشان ما حاجش شوف بس على حظ الوحش انه في مرة والدي قرر ينقل قط النوم وقرر يفوك الدولاب واكتشف ان فوق الدولاب فيه بتاع عشر خمستاشر منديل وكشفت مصيبتي ومن يوم هتعلمت ان الصر ما خربت وطرح في مكان بعيد عن الاعين ليس هو الحل مرات بنعمل كذا ويعد فيها مرة واثنين هصرها واركنها نفسي النهاردة نجيبها للنور فالكل اذا توبخ يظهر بالنور تعرف هو ليه جذاب لان جاذبيته تكمن في غموضه السحري الذي اضفاه عليه ابليس ابليس لفها بغموض سحري فخلاها جذابة تعرف اقوى سلاح هو انك تجيبها وتفضحها تحت المصباح تحت النور تنكشف حقيقتها تذهب جاذبيتها يضيع سحرها تفقد تأثيرها عليك لان الكل اذا توبخ اذا كشف توبخ اكسبوزد تظهر الحقيقة ولا يوجد شيء يظهر حقيقة الرغبات والافعال والافكار الا ان تصلت عليها النور الكل اذا توبخ يظهر بالنور ممكن كمان نحفظ الاية دي مع بعض عشان تفضل كده في ذهننا الكل اذا توبخ يظهر بالنور بيبقى معروف جوهره وحقيقته فما يضحكش عليها ما يضحكش عليها واحدة من الحاجات اللي كانت سبب نمو في حياتي الروحية شخصيا انه طول عمري بتغز اوي 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 من انك اكتشف نفسي في يوم الايام انه كان مضحوك عليها واتمنى انه يكون ده عندك اوعى تقبل اوعى تقبل انه في يوم الايام يكون مضحوك عليك وتعرف ايه اكتر حاجة محبباني في يسوع انه عمره مضحك عليها كان دايما امين في كل كلمة صادق ما بيخدعش ما بيخدعش خلي عندك اصرار انك تفهم حقيقة الاشياء وتعرف جوهر كل فكر وكل رغبة وكل ما يعرض على ذهنك وكل ما تمتد اليه يدك وكل ما تفعله كن دائما على اصرار ان تفهم انظروا ان لا يخدعكم احد هناك هناك استاذ ورئيس قسم الاكاذيب في هذا الكون هو الكذاب وابو وابو الكذب هو ابو كل كذب وهو يحوم خولك ويحيطك ويلبس لك البوصة ويعملها عروسة ويخليلك اللي ما يسواش يسوى واللي يسوى يخليه ما يسواش ويتضحك عليك وهو متمرس متمرس في الخداع من اول مرة تقابلنا مع وشه العكر من اول مرة في الكتاب تفتكروا قال لها بصي بصي الشجرة دي شوفي فنظرت المرأة اسمح كلام الكتاب غريب كلام الكتاب لما ادق فيه فرأت المرأة ان الشجرة شهية للنظر وجيدة للأكل تعرف لما تقرأ اصحاح اثنين تلاقي ان الكتاب يقول وغرس الرب الاله في جنة عد كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل يعني الشجر كله كان شهي وجيد لكن عرف المجرم يخدعها زي ما بيعمل معايا وبيعمل معاك وبيعمل معاك ويخليلك بس بس اللي مضاد لمشيئة الرب هو اللي شهي للنظر وجيد لك عشان كده نفسي ما اضحكش عليك الكل كل ما اونير كل ما اظهر يعني كل ما سقط عليه النور واناره فهو نور ودي بقى كلمة لقطة هنقف قدامها بعد شوية بس شوف الجمال ده تريمش عايز ينور على الافكار والاعمال والرغبات لكن ده لكن ده ده عنده استعداد ينور علي انا يسقط نوره على الاشياء فيكشف حقيقتها ويعريها ويظهر ويسقط نوره علي انا فيجعلني انا نورا هاللويا هاللويا تخيل ادي انا محزوز بهذا الشخص اتي اليه بافعالي بافكاري برغباتي اضعها في محضره يسقط عليها نوره يكشف حقيقتها يعري قشرتها يفقدها جاذبيتها يريني جوهرها فلا اخدع لكنه ايضا يسقط نوره علي فيجعلني انا نور الكل اذا توبخ يظهر بالنور لكن كل ما اظهر اللي هو هنا الشخص انا كل ما اظهر اللي هو انا فهو نور ورح على طول بعديها اقتبس ترنيمة كانت ترنمها الكنيسة الاولى وفي كتير من كتبات الرسول بوليس بالوحي كانت ترنيم زي اخر مرة كنت مع حضراتكم كنا بنتأمل في ترنيمة كانت الكنيسة بترنمها بالاجماع عظيم هو سر التقوى دي كانت ترنيمة ودي ترنيمة لذلك يقول 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 المرنم في مرنم ألف الترنيمة دي الكنيسة في ذلك الوقت لذلك يقول استيقظ ايها النائم وقم عنوان الوعزة واضح اننا لسه في العنوان يعني استيقظ ايها النائم واعمل ايه وقم بس غريب او الكتاب جميل الكتاب قول معايا جميل الكتاب فعلا الكتاب جميل قول الكتاب جميل زي يسوع بالضبط الكتاب جميل بص جمال الكتاب هنا بيقول استيقظ ايها النائم لو أنا اللي بكتب والحمد لله مش أنا اللي بكتب وقم مش من النيام هو بقول الواحد نايم قوم بسمولي استيقظ أيها النائم وقم منا لا موات آه كنت ميتا بينهم لكنك سمعت صوت ابن الله ودبت فيك الحياة لكنك تكعبلت وتشنكلت واتخدت ووقعت ورجعت تاني نايم بس مش نايم وسط النيام لكن نايم وسط الأموات قوم فيوضي هقراها برضو بأدق ترجمة فيوضيءك المسيح مش فيوضيء لك لكن فا يعني بوتيو ان يعني انت النور بتاعك اللي حصل له بيقف هيرجع تاني وينورك قم أصلك انت مش ميت انت حي انت بس الظروف اللي حبكها لك إبليس شنكلتك والتجربة وقعتك وخلت النور يطفي لكن النهاردة صوت المخلص بيقولك قوم واستيقظ فيوضيءك المسيح دول النصين اللي نفسي يكونوا في ذهننا وانا بشارككم ببعض الأفكار الفكرة الأولى أي حاجة بنعملها أتمنى من قلبي ودي حطها كده قعدة ينبغي أن تكون محكومة بشيء والحقيقة دي مش مش ينبغي هقولها بطريقة تاني هي حقيقة أي حاجة بنعملها لو حللت هتلاقي أنه فيه فكر جوهري بيحكم كل اللي احنا بنعمله يعني فيه أشخاص تلاقي الفلوس هي المحرك الأكبر وراء معظم القرارات التي يتخذ اللي بيحكمه في كل قراراته هي دي تجيب كامل هي دي أخذ من وراها فيه واحد تلك يقبول الناس لي فيه حاجة معينة في حياة كل واحد تتحكم في قراراته وأفعاله احنا كمؤمنين المفروض أنه أكتر شيء بيتحكم فينا هو رسالتنا في هذه الحياة أمين لينا رسالة حتى اجتماعنا ده إحنا مجتمعين ليه إيه اللي جايبنا في البرد علشان نجتمع في هذا المكان من وجهة نظري تقول لي علشان نعبد الرب صح أنا مؤمن بهذا بس الحقيقة أنا بشوف أنه فيه خطر كبير أن نختزل العبادة إلى مكان وزمان العبادة في الواقع المسيحي الجديد يختلف عن اليهودية قال لها يا إمرأة الصدقين لا في هذا الجبل ولا في أرشاليم تأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق اختزال العبادة إلى ساعة معينة في مكان وبطريقة معينة هذا فكر يهودي ثلاث مرات في السنة يصعد جميع ذكورك إلى الرب إلأك في المكان الذي اختاره الرب إلأك ليحل اسمه فيه لا يحل لك أن تذبح في أحد أبوابك لكن تذهب إلى المكان الذي اختاره الرب وتذبح فيه هذا المفهوم هدمه المسيح نحن الآن في عصر الروح القدس وأجسادنا هياكل للروح القدس وعبادتنا عبادة عقلية روحية واعية فيه نحن نعيش حياة العبادة وعش كده بحب أسمي اجتماعنا اجتماع العابدين فهم عابدون أتوا ليعبدوا لكنهم قبل الاجتماعهم عابدون وبعد الاجتماعهم عابدون إذن لماذا نجتمع؟ نجتمع لكي نبني أحدنا الآخر نفرح بحبيبنا معنا نقدم ذبائح التسبيح ثمر شفاه معترفة بسبيح نسمع كلمة النبوة كلمة التعليم كلمة التحريض نخسل بعضنا أرجل بعض بمجرد السلام بعضنا على بعضه وتشجيع أحدنا الآخر حتى السلام ده بيبنينا صح؟ بيبنينا ولا ما بيبنناش سبع مرات سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة ممكن تسلموا على بعض دلوقت ممكن عشان نعرف انه مش هايبه فيه وقت بعد الاجتماع يعني بلاش الأحضان علشان الوقت بس خلاص ما الذي يحكمنا في اجتماعنا هذا اسمعوني يا حبائي الذي يحكمنا هو أن لنا رسالة في الخارج نؤديها في عالم يسود عليه إبليس أوكل الرب إلينا مسئولية النور في عالم الظلمة لكن المسيرة في العالم تعيين وتضنينا نأتي لنجتمع معا يشجع بعضنا بعضا نبني أحدنا الآخر محبتنا بعضنا لبعض تلهب مشاعرنا تقوي إرادتنا فنخرج مرة أخرى لكي نتمم رسالة فالرسالة هي التي تحكمنا وعلينا أن نصيغ حتى طريقة اجتماعنا بحيث تساعدنا في تحقيق رسالتنا اجتماع ليس له قيمة الاجتماع الذي لا يساعدني في تحقيق رسالتي في هذا العالم وعشان كده عجيب الكتاب المقدس أنه ما حطلناش أبدا في أي رسالة من الرسائل لست كده تجتمعه من الساعة كذا لسا عكذا مثلا عنده شروق الشمس وعنده كذا وأول ما تدخلوا تعملوا كذا وبعد ما تعملوا كذا حد يعرف أي أصاح في الكتاب يقول كلام ده لو لقيتهم فضلكم قلولي أنا مستعد للتعليم لأن الرب أراد أن نصيغ اجتماعاتنا بالطريقة التي تساعدنا على تحقيق رسالتنا عندنا رسالة ما هي رسالتنا التي تتحكم في كل شيء في حياتنا الرسالة هي باختصار كنتم قبلا ظلمة أما الآن فنور فر فأنا نور في هذا العالم ما هي طبيعة هذا النور للاختصار أسأل أسئلة وأجاوب بسرعة ما هي طبيعة هذا النور هو نور مستمد وليس أصيل ولا أقصد بأنه ليس أصيل أنه زائف لكن أقصد بالأصالة أنه مستمد من غيره وليس نابع من ذاته مش طالع مني لكنه نور كنور القمر نور مستمد من علاقة حي بي عشان كده كان الكتاب دقيق وجميل كنتم قبلا ظلمة وأما الآن فنور فرب نور فرب مش نور لوحدك مش نور بطولك مش نور وانت كده يعني خلاص خدت شهادة بقيت نور بقيت الأخ نور بقيت الأخت نور تروح ما ترح ما تروح انت نور لا انت نور مشروطة وقائمة ومعتمدة كلية على انك نور في مين في الرب طول ما انت في الرب القمر يعكس نور الشمس القمر جسم معتم مظلم بدون الشمس ليس النور أصيل فيه هكذا نحن ما الذي يعطل رسالتنا كالنور تبقى للتعريف السابق هو ان نستقل عن المصدر هو انه يغيب عني هو انه تيجي حاجة بيني وبينه هو اني انفصل عن سيدي لاحظوا الانفصال هنا انفصال نفسي عملي لكنه ليس انفصال روحي أو عضوي لاني بعدما التصقت بالرب صرت روحا واحدا وهو قال ان خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد فليس لي عنه انفصال اطلاقا لقد صرت واحدا فيه ومعه لكن الانفصال هنا انفصال نفسي انفصال عملي عندما يأتي شيء بيني وبينه تكون النتيجة اني أظلم ولا أعود أنير وبقى أنا تعيس واللي حوالي مش بيستفيدوا مني إيه اللي بيخليني أنفصل عنه إيه اللي بيدخل بيني وبينه يخليني أكف عن أن أكون نورا أحقق رسالتي هو ما نسميه بلغتنا الكتابية المسيحية الوقوع في تجربة الوقوع في تجربة وده اللي الرب حذر منه لماذا أنتم نيام قوموا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة حبايب يا غليين على قلب الرب قل لما تمضي أيام دون أن نتعرض لتجربة وأرجو وأرجو أن لا يكون المعتاد أننا دائما نسقط في التجربة ده يجيب سؤال وما هي التجربة؟ يعني إيه تجربة؟ في كلمتين في اليوناني بيترجموا تجربة في العهد الجديد الاتنين قريبين في الأصل واحدة منهم تعني امتحان للإسقاط وأخرى تعني امتحان لإظهار الحقيقة والجوهر امتحان واحد بيمتحنك وغاوي أنه هو يوقعك واحد بيمتحنك لأنه غاوي يبين معدنك الاتنين دول تلاقيهم واضحين في عقوب واحد في عقوب واحد يقول لا يقول أحد إذا جرب أن يجرب من قبل الله لأن الله غيره مجرب بالشرور وهو لا يجرب حاشة لله أن يكون عمل لك خطة عشان يوقعه مش بتاع كده خالص أبداً لكن في نفس الرسالة طوبة للرجل الذي يحتمل التجربة لأنه إذا تزكى بان معدنه ينال إكليل الحياة عن هذا النوع يقول أيضاً بطرس بطرس الأولى واحد احسبوه كل فرح عفواً يعقوب واحد احسبوه كل فرح حينما تقعون في تجارب متنوعة وبطرس يقول إن كان يجب أن تحزنون يسيراً بتجارب متنوعة هذه التجارب هي امتحانات لكي ما يظهر المعدن ونحصل على التسكي ده المعنى اللغوي لكن برضو عايز أوصل لمعنى أعمق شوي ما هي التجربة؟ اسمعوني يا حبائي وركزوا معايا في التعريف ده وأنا مش عايز أقول حاجات صعبة بس أرجوكم اتعبوا معايا شوي التجربة التي نسقط فيها مش اتكلم عن التجارب التي من الرب لكي يظهر معدننا ويعطينا التسكية وينشئ فينا الصب لكن التجارب اللي بنقع فيها أقول هي الإدارة السيئة للبركة أو للأزمة تحت تأثير الشرير المباشر أو غير المباشر أقول التعريف ده تاني ونفكر فيه مع بعض وبخلص للوعز ما هي التجربة التي نسقط فيها هي إدارة سيئة للبركة أو لأزمة تحت تأثير الشرير المباشر أو غير المباشر يعني يهي الكلام ده يعني إدارة سيئة للبركة خلينا أدي لك مثل الرجل الحرامي اللي بيسرق إيه مكونات موهبته كحرامي لو اعتبرنا أنه يعني كونه كحرامي دي موهبة إيه مكونات الموهبة دي فكر معي كده الرجل ده أكيد زكي الرجل ده أكيد عنده خفة يد الرجل ده أكيد صحيته كويسة سرق فلوس في الآخر فكر في كل اللي أنا قلته ده زكي مهاري عنده صحة كويسة فلوس كل الحاجات دي حاجات كويسة ماذا كده؟ لكن الرجل ده عمل إيه؟ أدارها إدارة سيئة فسرق أو المثل الثاني أقرب شوي رب يسوع قال قولاته العظيمة أما أنا فأقول لكم من ينظر إلى إمرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه هذه خطيئة تجربة يسقط فيها الكثيرون رجال ونساء نساء تشتهي والرجال يشتهون ربما أكثر عند الرجال لكنها الشهوة وصية الوصية العاشرة في الوصايا العشر لا تشتهي ما هي مكونات السقوط في هذه الخطيئة؟ امرأة حباها الله الجمال نعمة البصر أعطاها الله لإنسان نعمة الصحة الجسدية فهذا الشخص رغباته في حالة سليمة يمكن أن تتحرك نعمة السلامة النفسية فلقد رغب في الجنس الآخر وليس في نفس الجنس كل دي نعم ولا مش نعم نعم في ناس محرومة منها وبتعاني لأنها محرومة؟ نعم لكن الإدارة السيئة لهذه النعم هي التي تسقط الشخص في الخطيئة التجربة أن يكون بين إيديك أشياء جميلة الرب وضعها بين إيديك لكن للأسف بتتصرف بطريقة غلط منين بيجي التصرف الغلط؟ بص روعة الكلمة اللي علمها الرب لنا في الصلاة الربانية الصلاة النموذجية بص جمال التعليم لا تدخلنا في تجربة لكن اللي بعديها لكن نجنا نجنا من الشرير يا رب ستظل نعمك بين أيدينا لكننا نشتاق أن ننجو ننجو من الشرير بتأثيره المباشر أو تأثيره غير المباشر الذي يقودنا للفشل في إدارة النعم والسقوط في التجربة هل نصلي أن الرب أمام هذه التجربة لو تخيلت أن واحد بيعاني من تجربة الشهوة هل يصلي أن الرب يأخذ منه نعمة البصر؟ هل ده حل؟ يأخذ منه الصحة؟ ده حل؟ لا ده مش حل يأخذ الستات من الدنيا ويريحهم؟ لا ما أعتقدش أنه ده حل طيب نغطيله كل الستات ونكفنهم علشان نريح صياته برضو ما أعتقدش أنه ده الحل لكن الحل الحل أن الرب يعطيني خلاصا ونجاتا من الإدارة السيئة لهذه النعم إذا كان في واحد بيسأل إزاي ممكن يجي تأثير إبليس المباشر تأثير إبليس المباشر وده أرجو أن ننتبه إليه وأنا هدخل بسرعة في العلاج إزاي أقوم من التجربة أنك تفاجأ أنه في حجمة غير مبررة من الرغبة المستعرة في داخلك لا تتناسب مع وضعك لا تتناسب مع الظروف التي توجد فيها لكن شيء مفاجئ غير مبرر تجد نفسك وكأنها رياح عاتية تريد أن تطوح بك لو كنت بتجرب هذا الأمر أرجوك تذكر أن إبليس خصمكم كأسد زائر يقول ملتمساً من؟ يبقى عايز يبلعك في الوقت ده تدخل مباشر من الأرواح الشريرة من إبليس بنجاسة وشهوة يريد أن يكتاحك لتسقط في الخطيئة في هذه الحالة ملناش ملجأ إلا أن نطيع قول السيد قوموا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة أصرخ للرب أصرخ للرب في ذلك الوقت وهرب واحتمي في الرب وثق أن الرب يقدر معاناتك وثق أن الرب سيستجيب صلاتك ليه صديق عزيز أستاذ إنجليزي في علم الأعصاب رجل عالم كبير لكنه في نفس الوقت خادم أمين للرب مرة بسأله بقول له تعمل إيه لما إبليس بيحربك قال لي آخر مرة كنت في المطار وشعرت برياح الشهوة تكتاحني فصرخت إلى يسوع وقلت له بليز هجمي أحضني يا رب أحضني يا رب صلوة جميلة وقلت له وإيه اللي حصل هل شعرت بالأمان التام والراحة الكاملة أحبائي عندما نشعر بتأثير الشرير المباشر ليس أمامنا إلا أن نصرخ بالصلاة أحضني يا رب ضمني يا رب أحميني يا رب أصرخ للرب إلهك فهذه اللحظات هي أخطر لحظات ويريد تكون من قبليها وبعديها رافع الأنتنة وفي اتصال دائم مع إلهك لماذا أنتم من يام قوموا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة إذا ما صرختش في الوقت ده للأسف الشديد هتوقع بل حصل مع التلاميذ ما خدوش بالهم من نصيحة المعلم وناموا وبعدين قال لهم قوموا بقى هو ذا الذي يسلمني قد اقترب قام بترسل لسه الرب بقى يقول له كذا ورح ساحب السيف وكان هيعمل عملة مهببة أكتوالي عملها وكان هيضايع الدنيا وكان سيقدم مسيحية سيف بينما المسيحية لا ترفض قدر ما ترفض السيف لكنه كان وقع في التجربة لكن هناك أسليب أخرى إبليس يستعملها للضغط عليك وعلاجها كلها الصلاة لكن فيه تأثير غير مباشر أنه يكون هيئ ذهنك مسبقا للسقوط في الخطايا وده اللي نفسي أننا ننتبه إليه لأنه هو ده الأخطر ذهن مهيئ بأفكار يبنيها إبليس كحصون في داخل الشخص من الثقافة من البيئة من العائلة من طفولة من ظروف شخصية تجعل الذهن مهيئ أكثر من غيره للسقوط في الخطايا سواء خطايا الشهوة أو خطايا أخرى مثلا خطايا التذمر وهي خطايا سائدة إبليس بيكون جهز الزهن للسقوط في هذه الخطايا عليك أن تراجع ذهنك باستمرار وعلينا أن نطيع قول الكتاب تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهنكم وأنا شخصيا اختبرت اللي هقوله ده وهحاول أنه أشرككم معي في بعض الخطوات العملية لو كنت واقع النهاردة وسامع دعوة الرب بيقول لي قوم هاجيله محتاجين نعمل الثلاث حاجات دول الحاجة الأولانية يقول خلينا بسرعة نعمل عملية تجديد للقلب ولما قول القلب أقصد المشاعر والضمير مشاعر قوم من الفشل والإحباط اللي انت فيه اللي كبر مع الأيام وصور لك أن الرب واخد موقف منك لو الصورة دي موجودة عندك أرجوك تعرف أن دي صورة كاذبة ما كانش فيه سبب يخليه يحبني وما فيش سبب هيخليه يبطل يحبني أقول تاني يوم ما حبني ما كانش فيه سبب يخليه يحبني وما فيش سبب هيخليه يبطل يحبني هو من زمان قال أحببتهم فضلا كلمة فضلا ترجمت مرة تاني بدون سبب أحببتنا بدون سبب وزي ما حبني بدون سبب مفيش سبب في الوجود هيخليه بطل يا حبني قوم قوم تعالى قوم وبطل خجل وبطل فشل وبطل مشاعر خاطئة إنه رفضك أو مش عايزك لكن كمان احسن مسألة وجع الضمير بعضنا بيهول من الشعور بالذنب للدرجة التي نتصور وكأنها لا تغفر والبعض يهون وكأن الله يغفر على مبدأ معلش لكن الرب يسوع قدم لنا تعليما واضحا في الكتاب أن الخطيئة لها ثمن والخطيئة مكلفة جدا ولا يمكن أن تغفر الخطيئة على مبدأ معلش وهي غلطة وفاتت لكن نفس الرب يسوع اللي قال إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون واللي قال أقول لكم إن كل كلمة بطالة سيعطي الناس عنها حسابا هو نفسه الذي علمنا بأنه سيذهب إلى الصليب ويحمل عنه معصينا ويصحق من أجل الثامنة الثامنة لما قال للراجل مغفورة لك خطيئك قالوا من يغفر الخطايا إلا الله رد عليهم قال لهم أيما أيصر أن يقل المفلوق قم وحمل سريرك وامشي أم أن يقال له مغفورة لك خطيئك وكان عايز يقول أنه علشان أقول له قوم احمل سريرك وامشي هيكلفني كلمة لكن علشان أقول له مغفورة لك خطيئك لازم أروح أدفع أجرت معاصيه على الصليب المسيح يعلمني أن الخطيئة مرعبة لكنه دفع ثمنها فلا تهول لأن يسوع دفع الثمن ولا تهول منها وتستسهلها أيضا لأن يسوع قد دفع الثمن فصليبه يعطيني كرها لها ويعطيني طمأنينة من جهة غفرانها فقوم جدد قلبك ومشعرك وما تفضلش في مكانك لأن في حل في المسيحية اسمه الخلاص إن أخطأنا إن أخطأنا فلنا شفية لنا شفية عند الآب اسمع بقية العبارة يوحنى الأولى أصحاح 2 وعدد 2 وهو كفارة لخطيانا ليس لخطيانا فقط بل لخطايا كل العالم إن ذبيحة يسوع تكفي كل خطايا العالم لو العالم كله أتى إليه فذبيحة فيها حساب لخطياك إن كنت تأتي إن اعترفنا بخطيانا هو أمين وعادل يغفر لنا خطيانا ويطهرنا من كل لكن أيضا أشجعك أن يكون عندك الشجاعة وتروح تعترف بالخطيانا لواحد من أخواتك المؤمنين اختر صديقا قريبا شخصا حبيبا تثق فيه وتشعر بالأمان ولا تعيش أبدا دون شخص قريب منك دون شخصية قريبة منك يكون عندك الاستعداد إنك تكون ضعيف قدامه وتقوله على أخطائك تكلم هذا اللي الرسول كان عايز يعلمه هنا لأن الكل إذا توبخه يظهر بالنور هات الغلطة اللي أنت عملتها وقعد صلي مع أخوك صلي مع أختك واكشفها وقوله أنا عملت كده وطلح حقيقتها وحاول تشوف جدرها وحاول تشوف أثرها وخلي نور الشركة مع الله والنور اللي في ذهن أخيك واللي في ذهنك يكشف حقيقة الخطأ فيتعرى وعندما يتعرى الخطأ ضميرك بيرتاح وكمان الخطيئة بتفقد قوتها وسيطرتها كتاب يقول اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات وصلوا بعضكم من أجل بعض لكي تشفو خلونا بنعمة الرب المارس هذه البركة الروحية هذا الامتياز الروحي أن نلتقي أحدنا بالآخر وليكن لك هذا الصديق المقرب الذي تأمن بأن تكشف ضعفك له وصلوا أن الرب ما يحرمناش من أشخاص نثق فيهم ونأمن أمامهم أننا لن نقل في أعينهم إذا اعترفنا بخطيانا لكن كمان جد ذهنك ليس بس جدد قلبك جد ذهنك وفي تجديد الذهن أقول كلمة طبعا هو كل واحدة عايزة كلام كتير لكن أنا باختصار شديد جد ذهنك بأنك ابني أصوار لذهنك من تعاليم مسيحية صحيحة مثلا واحد من ضمن التعاليم التي رأيت أنها في غاية الأهمية وهي مهملة التعليم الصحيح عن القداسة لما بقول كلمة القداسة مرة عملت التدريب ده أوزع ورقة وأقول اكتب أول أفكار تجي لك لما أقول لك كلمة القداسة معظم اللي كتبوا كتبوا خوف شايف متوتر لأن القداسة شيء يخوف في حين تعليم الكتابة عن القداسة إنها الجمال فالمفروض أنه لما نقول قداسة يعني بنقول جمال والمفروض أنه لما أقول جمال يكون فيه ابتسامة ويكون فيه فرح وليس خوف القداسة القداسة جمال حقيقي للروح وللجسد أيضا لو قف على فكرك ضابط جوازات إيه رأيكم في بلد ما فيهاش جوازات تبقى خرابة ماش كده كل اللي عايز يدخل بيدخل وفيه مؤمنين سايبين أذهنهم خرابة كل فكرة جاية ممكن تدخل لكن وقف كده على ذهنك ضابط جوازات كل فكرة جاية أرجوك بص في جواز سفرها وشوف وخذ القرار إن كنت تسمح لها أنها تدخل أو ما تدخلش ومش غلط كمان أن يكون عندك ضابط مباحس شغال في ذهنك بيلم البلطجية اللي بتعربد في دماغك وتأكد إنه في دماغ كل واحد فينا فيه شوية أفكار أنا بعتقد إنها أفكار بلطجية دخلت إمتى؟ دخلت إزاي؟ مين اللي دخلها؟ مش فاكر مش عارف لكنها موجود عش كده كل شوية أقعد وعمل جرد اختبرني يا الله واعرف قلبي امتحني واعرف أفكار وانظر إن كان في طريق باطل وهدني طريقاً أبدين الفكرة البلطجية اللي متسابة ترعى جوة دماغك في يوم الأيام هتكون هي الطبور الخامس اللي أول ما إبليس يناديك للسقوط في التجربة هتلاقي روحك بتقع في أفكار كثيرة محتاجين نتخلص منها كثير من الشباب اللي بععد معاهم بيعانوا من خطايا الشهوة ومن الخطايا الجنسية ومن البورنوغرافي بتلاقي فيه أفكار مع الشعيشة جوة لم يتم انتزاعها والقبض عليها وطردها أفكارهم من جهة المرأة أفكارهم من جهة حقوق الآخرين حقوق الآخرين مثلاً أتذكر لما كنت بذاكر في الخارج كنت بروح أذاكر في ستارباكس فلفت نظري حاجة غريبة شوية أنا أعد كل الناس قاعدة بتذاكر غالباً وبعدين يدخل حد الوحيد اللي يرفع رأسه يبص مين اللي داخل هو أنا ليه ليه ببساطة لأني مصري ولا أفتخر في النقطة دي فكان يلفت نظري أن الناس كلها قاعدة تشتغل دخل الشخص ولكن في حد هذا الشخص له الحق أن لا يقتحم أحد حرياته بأن ينظر إليه دي ثقافة دي ثقافة شعب دي حضارة إحنا ما عندناش الأمر ده لكن عندنا هذا الفكر الغبي المتخلف أنه من حقي أبص على أي حد وأقتحم حدود أي حد جان بول سارتر عاشق الحرية واللي تكلم عن الحرية كتير في يوم الأيام كان قاعد في مقهى يكتب وبعدين رح قام للشخص اللي وراه وقال له أنت تقتحم حرياتي لأنك نظرت في مؤخرة رأسي زودها شوية لكن هذا هو الغرب المتحضر وهذا هو الشرق الذي هيأ أذهاننا للأسف في هذه النقطة للسقوط في الخطيئة احترم حقوق الآخرين اخرج من ذهنك فكرة أنه من حقك تبص ومن حقك تشوف وضع لنفسك حدود ليس من حقي إطلاقاً أن أقتحم حدود إنسان وأنظر هو لابس إيه؟ هو داخل فين؟ هو بيعمل إيه؟ ابني مرة اشتكى لي وقال لي يا بابا في المدرسة كل أصحابي ما بيتكلموش في أفكار لكن بيتكلموا في أشخاص أعمل إيه؟ كل ما روح أتكلم مع حد عمرهم ما بيتكلموا في فكرة لكن بيتكلموا عن الناس بلطجة دي بلطجة إن يبقى جواك فكرة شريرة إنه من حقك تتكلم على الناس دي فكرة شريرة بلطجية أقبض على البلطجية اللي في ذهنك وتردهم ونقي ذهنك وحصن ذهنك من طوابير مخصصة لإبليس زرعها إبليس من خلال الثقافة لكي ما يصطادنا ويسقطنا في التجربة وآخر شيء أقوله درب ذهنك على الحساب ليكن ذهنك ذهنا حسابيا وكانت هذه شيء مترقى لله فكريين موسى نجا من التجربة لأنه حسب عار المسيح غنى أعظم من خزاء مصر وابراهيم حسب أن الله قادر على الإقامة من الأموال وبوليس قال إني أحسب كل الأشياء نفاية لكي أربح المسيح أتمنى أن يكون ذهني باستمرار بيوزن بيحسب لو استسلمت لهذه المتعة الآن سأحصل على متعة لكن ما هو الثمن الذي سأدفعه كتبت مرة عن دموع الزنة من كثرة ما أراها كتبت عنها وقلت أغبى دموع رأيتها هي دموع الزنة لأنها تدفع ثمنا لمتعة لحظية ويظل الشخص يدفع الأقصاط بقية العمر متعة وتنتهي ويفضل بقية العمر بأصة التمن ويزرف الدبوع علشان كده كتاب جميل جميل الكتاب ما بيقولش الزاني بأمرأة عديم الروحانية ما بيقولش الزاني بأمرأة عديم النضوج لكن بيقول الزاني بأمرأة عديم العقل أنه لا يفكر لا يحسب لم يحسب الأمر جيداً ما الذي سأخذه وما الذي سوف أدفعه جدد ذهنك بأن تبني له أصواراً من أفكار كتابية إلهية صحيحة جدد ذهنك بأن توقف عليه ضابطاً يحرص كل فيك افحص الأفكار اللي جايالك تسيبش روحك كده مسترسل مع الأفكار كل اللي عايز يدخل يدخل اجرد الذهن وانظر الأفكار التي لا ينبغي أن تكون موجودة في ذهن مسيحي واتردها خارجاً ثم أخيراً درب ذهنك على الحساب بتجديد القلب عودة المشاعر الجيدة من نحو المسيح وراحة الضمير ثم تجديد الذهن بإعادته لوضعه الصحيح لا أقول أننا سوف لا نتعرض لتجارب لكننا سننجو من تأثير الشرير إذا جاءتنا التجربة فالرب الذي قال صلوا قائلين لا تدخلنا في تجربة هو اللي قال قوموا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة علينا دور أحبائي في أن نحمي أنفسنا من التجربة خلونا ألخص اللي قلته ببساطة شديدة ما يحكمنا في حياتنا هو رسالتنا رسالتنا أن نكون نور ولكي نكون نور علينا أن نكون متصلين بالمسيح الظلمة تأتي عندما نستقل عنه والاستقلال يأتي من خلال التجربة والتجربة هي إدارة سيئة للواقع سواء بركة أو أزمة تحت تأثير الشرير تأثير مباشر يقاوم بالصلاة وتأثير غير مباشر بأن نعيد تجديد أذهاننا وقلوبنا أن خلاصنا يتضمن تجديد الروح القدس غسل الميلاد الثاني تم مرة لكن تجديد الروح القدس يستمر طول العمر وعندما نعود لهذا الوضع سنعود لرسالتنا قم أيها النائم واستيقظ من الأموات فيضيئك المسيح يحطك من جديد تطلع كده أنا معرفش لك الday off أنت اللي تقدر تحكم منور منور فرحان قلبك مليان ولا ليك فترة تستنى الاجتماع علشان بس تسخن شوية وأول ما تطلع بره الاجتماع كل حاجة بتنتهي وأعود حاطة إيدي على خدي مستني الاجتماع الجديد لعل الاجتماع يشغلني ويسخني ليست هذه هي مشيئة الله الرب الليلة عايز يحطك أون قل أمين ينورك وتبقى نور وتطلع منور وده نصيبك وده حقك النصرة بالنسبة لنا ليست فكرة ليست مفهوم لكن النصرة واقع حققه المسيح بنغني ونحن نؤمن أنها حقيقة واقعة شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصراته في المسيح كل حين خلونا نوقف مع بعض وانت بتحط في ذهنك من جديد ركز معايا في اللي بقوله لك ده من فضلك النصرة حقك الغلبة حقك أن تكون نور في الرب حقك وضعك رسالتك الرب لم يأتي بك من الظلمة لكي تعيش حياة الهزيمة لكن الرب يدعوك يدعوك في هذه الليلة قم أخرج من العتمة أخرج من السرداب اللي مخبي نفسك فيه هات الحاجات الغلط ما تكسفش منها هاتها وكشفها في نور حضرته فالكل إذا توبخ يظهروا بالنور أمين عندك استعداد عندك استعداد النهاردة طلع ما تخاف لا خوف عندي أن أكشف أمامه طالما أنه جهز غفرانه أنا خاف لو عندي شك في الغفران أنا أخاف لو عندي شك في أنه سيدينني الاعتراف في محاكم البشر هو سيد الأدلة الاعتراف عند يسوع المسيح هو وسيلة البراءة تعترف في محكمة البشر تدان تعترف أمام الرب تحصل على البراءة إن اعترفنا بخطيانا هو أمين وعادل يغفر لنا خطيانا ويطاهرنا من كل إذ أرفض وإنت واقف في محضر الرب دلوقتي أرفض إنك تكون متعطل أرفض إنك تكمل وإنت محطوط أف خلي عندك إصرار أن يضيئك المسيح تطلع من أور وأؤكد لك حتى الناس هيشوفوك مختلف ووجهك هيبان مختلف عندما تجلس في حضراته ويضيئك المسيح نزل موسى من على الجبل وكان جلد وجهه يلمع أنت مش جلد وجهك هيلمع زي موسى أنت كلك هتلمع لأننا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف المجد مش هيبقى على الوجوه نتغير كليا من مجد إلى مجد خذ الوقت ده مع الرب زي ما اتفقنا نتغسل ونفضى نتحرر ونروح وإحنا ناس مختلفين في هذا المساء إنني ربي عارف ذنبي قطق السيتم ماتت عن دربي اغسل أني رابي بيدي مصاليبي أنت يا من قلت بالفدى العقيبي اغسل أني رابي بيدي مصاليبي أنت يا من قلت بالفدى العقيبي أدن منك الآن يا مصدر الحنان أدن منك الآن يا من حل غفراء في رحابيك اغسل أني رابي بيدي مصاليبي أنت يا من قلت بالفدى العقيبي أدن منك الآن يا مصدر الحنان أدن منك الآن يا من حل غفراء ما فيش حاجة تستاهل أنك تتأخر تاني عن العودة إلى حضن حبيبك ما فيش حاجة تستاهل أنك تفضل عايش بضمير بيلومك الصليب أعد لك العلاق دم الحبيب دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيئة صلي معي أقول له أخطأت أثمت كسرت وصياتك ابتعدت عنك أحزنت قلبك لكني مشتاق لغفرانك أثق في ضمتك أثق في حنانك أثق في قلبك الكبير يضمني من جديد أيها المحب أيها المحب العظيم يا من تركتها تقترب إليك وتغسل قدميك بدموعها يا من أسمعتها أروع رسالة رسالة مغفورة لك خطياك إش فيني يا رب إش فيني يا رب إش فيني بغفرانك الليلة إن مرض روحي أقصى من مرض قسدي إش في روحي إش في روحي بغفرانك الليلة يا رب لا تتركني أخرج من أمامك بذنبي لكني أترك ذنبي عند صليبك وأعود أعود خفيفاً متخلصاً من ثق ذنبي وخطيتي ارحمني يا الله اغفر لي أيها المسلوب وضمني لحضنك من جديد وارجعني أنير يضيؤك المسيح وارجع أعيش رسلتي واشبع قلبك واستمتع بأفراحي معاك وأنا بكرمك كل يوم حطي إيدك على ميراثك دحقك مش مشيئة الله أبداً أنك تعيش مكسور وحزين أخرج وأخرج للنور كل ما تخجل منه وأترك نور حضرته يكشفه ويضيئك ويرجعك لمقامك من جديد نمسة شفاء نمسة حياة قل له أنا محتاجها يا رب تلمسني بإيدك دنت الإله أنا عندي ماء تشفيني الآن لو هلبستو باك دنت الحنان دين سوى نمسة شفاء نمسة حياة نمسني بإيدك دنت الإله أنا عندي ماء تشفيني الآن لو هلبستو باك دنت الحنان اسميلي من كل راقبين اسميلي بالشغل و بالخالي اسميلي نحنك لك يا فلي اسميلي 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 من كل راقبين اسميلي بالشغل و بالخالي اسميلي نحنك لك يا فلي اسميلي 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 بيلك بسلوب بس الليلة النهاية هخرج شخص جديد بمسك في لديك و بس التقريب يا حديث يا يسوع الشفيري انا راك عليك بيلك بسلوب نتمان مش هرجع تاني غفرانك مضمون بمسك في يديك و بس التقريب يا يسوع الشفيري بحبك انا راك عليك بس في لي بمكل ضعي انا ضعي بس في لي بالشغل و بالخالي حررني بس في لي بحبك بحبك لك يا فري بس في لي 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 بمكل ضعي خد دقيقة خد دقيقة خد دقيقة كده ونفتح لروح الله وخلي نور حضرته يسقط على المناطق المظلمة ويفضحها في حياتك أو عد كون جيت مخبي وطالع مخبي الكل إذا توبخ يظهروا بالنور اكشف نفسك أمامه اختبرني عري خبايا حررني والمس أعماقي وليفض روحك في داخلي بشفاءك اتغسل في محضر كرر معي اخسلني 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 طهرني 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 هيئني هيئني لسكيبك فيه اكتسح اكتسح يا رب كل الركام والطراب واجعل روحك يخرج مني كل ما علق بي أريد أن أخرج رجلا جديدا امرأة جديدة العالم ينتظر وصولنا إليه بمياه الحياة الناس من حولنا تحتاج إلينا لا نملك رفاهية أن نظل لا نملك هذا الحصاد كثير من حولنا والنفوس عطشة تحتاج إلينا أصرخ للرب لكي تعود من جديد ترتوي وتروي قل له يا رب لينتهي عطشي الآن لتنتهي جدوبتي الآن ويقودك الرب على الدوام ويشبع في الجدوب نفسك وينشط عظامك فتكون كجنة الرأي وكنبع مياه لا تنقطع مياه وتنتهي أيام العطش والجدوبة وتبدأ أيام الارتواء المخلص موجود الطبيب موجود اطلبها من قلبك وما تروحش من غير هالليل يقودك الرب على الدوام يشبع في الجدوب نفسك ينشط لك اطلبها من قلبك بمعنان بموت بموت نسخط بكل حين كفخرة لا شيء لنا ونحن نؤمن نؤمن كثيرين بس نسعى عنه كسفراء كأن الله يعز بنا بكي ينفونا ولا نكتباه من كل نعمة نعمة وغنى شكرا لله الذي يأخذنا في موكب الكسرات كل حين كفقرانا شيئا لنا ونحن نمي نغني كثيرين أطلب الرب مدى ما يقال دعوه دوما فهو قريب يا في الماء يا الماء يا فضراتان نعلي بالقوة يخثل شداتان شكرا لله الذي يأخذنا في موكب الكسرات كل حين كفقرانا شيئا لنا ونحن نمي نغني كثيرين شكرا لله الذي يأخذنا في موكب الكسرات كل حين كفقرانا شيئا لنا ونحن نمي نغني كثيرين شكرا لكم شكرا لكم